ولكن الملاحظ واللي لازم نتقف أمامه أن الأهل الشاغل والمنشغل ويا رب دايماً يعني إيه؟ يعني أصبح الموضوع وكأن النادي الأهلي لا يعيش حالة من المنافسة ولكن يعيش حالة أنه ماشي في سكته وهناك من ينشغل به الموضوع ما بقتش منافسة ملعب منافسة على شعبية حتى منافسة في أي اتجاه ولكن أصبح كل ما يفعله الأهلي هو حديث الأهلي والأهلوية وحديث الغير أهلوية يعني الأمر أصبح غريب وغامض مش غامض مو مفهوم لأن إذا ما كانش عندك بضاعة حتتكلم على بضاعة غيرك والحمد لله يا رب دايماً أن يظل الأهلي والكل منشغل به البعض منشغل به بسعادة يحتفي بما يقدمه يسعد بما يقدمه يفخر بما يقدمه الأهلي والبعض ينشغل بكل القيم السلبية الأخرى عكس كل ما أقوله إش معنى وليه وطيب وتجويه وصلت دي البطولة القوية وصلنا إلى الدرجة أن ممكن تبقى في قادم الأيام الدورة الرمضانية اللي ما بيلعبهاش الأهلي هي أقوى من كأس العالم لا أنا مش ببالغ ده بيحصل كل ما الأهلي يكسب بطولة أو يلعب بطولة إيه يعني طيب غيرنا يلعب بطولة تانية هي دي البطولة هي يا بتتكلمه في إيه هو ده البطولة شوف المنافسين ويعني إذا كان الأمر هكذا أن الإنسان يقدر يعيش في فقاعة من الوه يتشارنأ فيها ويصور لنفسه أنه ماشي زي الفل وأنه ما يفعله أحسن حاجة هنيئا ليس شأننا ولكن شأننا أن كل من يحاول أن يقلل من الأهلي وانتصاراته وأن يشوه من تاريخه وأن ينال من قيمه سنتصدى له بالطبع وبمنتهى الحقيقة